موسيقى السلام عليكم ما هي حادثة النكرى ومروعة تورط فيها أربعين وتم اكتشاف أمسي الاثنين وضحيته توسلت إليه مطولا ولكنه قام بإنهاء حياتها بكل برودة عصاب ثم ذهب لواصل يوميته بشكل عادي وكأن شيئا لم يكن لغاية فطن الجيران لرائحة الكريهة والتي كانت تخرج من البيت وهو ما استدعى تبلغ ما صالح الأمن والتي حضرت لعين المكان وكشفت الغطاء عن أعنف حديثة مروعة عرفتها الجزيرة وحسب ما صرح به الجيران فهم لا يزالون تحت وقع الصدمة أين قاموا بتقديم شكوى باحتمال وجود جثة وحديثة مروعة بعد الروائحة الكريهة والتي تنبعث من المنزل المجاورة وقالت بعض المصادر أن الفاعل توجه في اليوم الموالي إلى الموصلة لأداء صلاة الفجر بعد أن قام بإنهاء حياة أمه ودفنها في المنزل بمنطقة عين البيضاء بولاية وهرون وهي الحديثة التي هزت الرأي العام الجزائري عبر وسائل تواصل الاستماع في الساعة الأخيرة إن لله وإنا إليه راجعون